الأياد في العراق مجدودة على السلاح كيف لا وقد غيرت توازنات السياسية في البلاد لتتحول الميليشيات إلى صاحبة الكلمة العليا واليد الطولة التي تمتلك منح الثقة للحكومات وإنهاء الفراغ السياسي المتعمد من قبلها النجف الأشراب هذا وقع حسن الدعوة واقع يعيد التذكير بنفسه يوميا وخصوصا مع أحراق أتباع الصدر مؤخرا لمقرات حزب الدعوة في العديد من المحافظات وقبلها المناوشات المسلحة والاستعراضات العسكرية بين ميليشيات السرايا والعصائب في محافظة البصرة قبل أسبوع مضى بينما تقف القوات الحكومية عاجزة دون امتلاك أي قدرة على احتواء العنف المتصاعد ويرى خبراء أمنيون أن الموقف الحكومي المتراجع لترك الفوضى مستمرة مقصود خشية تكرار الضربة التي وجهتها الميليشيات لرئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي لتؤكد من جديد أنها الآمر الناهي بالبلاد وترفض أي محاولة لنزع سلاحها ولو إعلاميا مجموعة الأزمات الدولية من جانبها تقول أن الأشهر القادمة في العراق ستكون ساخنة ومصيرية بالنسبة للميليشيات والتي تريد السيطرة على مجالس المحافظات التي تعتبر الخزانة المالية المهمة للمشاريع بعد سيطرتها عبر بوابة الإطار التنسيقي على الحكومة ووزاراتها ويبدو بحسب مجموعة الأزمات الدولية أن تنازل التيار الصدري عن مقاعده بالبرلمان مؤقت ويريد تعويد ما فاته بعد حيلة الثلث المعطل التي استعارها الإطار التنسيقي من تجربة ميليشيا حزب الله اللبناني من جانبه يبدو الشارع العراقي هو الآخر ينتظر نتيجة الصراع بين الميليشيات وخروجها ضعيفة منه ويفاجئها بين الفينة والأخرى بتظاهرات تؤكد الرفض لعسكرة إيران وميليشياتها لمجتمع يتوق للتغيير وإطفاء الحرائق التي تستعير فيه بسبب طموح الميليشيات وفساد الأحزاب